شايفة قدامي ما شاء الله مادليات وشهادات تأدير من الاتحاد المصري الكاراتي احكي لي حضرتك بداية دخول أمل وأمنية لرياضة الكاراتي كان بناء على إيه حبوها إزاي والبطولات اللي وصلوا لها والله إذا ما قلت لحضرتك إن أماني عندها نسبة اللي هي الثالثة طبعاً لما روحت للمدرب شفت اللعبة وأنا بلعب كرة لقيت المدرب بضرب في نفس الملعب اللي أنا بلعب فيه طبعاً بقوله أنا عايزة أجيب بنت أماني طبعاً أمنية وأمل ما بيسيبونيش في كل أماكن يعني معي على طول فطبعاً هو شاف لما شاف أمنية وأمل طبعاً انبهر بهم وكده فقلت له دي طبعاً ما لهمش لعبة قال لي إزاي من اللي قالك ده لأ ده دول يبقوا أحسن من اللي بيشوفوا كمان فقلت له إزاي مش قال لي لأ ملكش دعا المهم طبعاً لما جاب أمنية وأمل لو اختبرهم الحمد لله رب العالمين تجاوبوا معاه قال لي لأ ده دول اللي هيعدوني ودول اللي هيرفعوني ودولي إن شاء الله يا رب هيبقوا بطلات العالم لإني استجابوا معاه بسرعة أمنية وأمل بلعبه ما قال لي من سنة والحمد لله رب العالمين لو قلت لك في طولة الجمهورية دي كانوا بينفسوا لعبة من الأمدية أهلي وزمالك وإسماعيلي والتحاد والحمد لله والشكر الله اللعبين اللي كانوا بينفسوهم عندهم نسبة بصر بس مش كتيرة لأ عندهم نسبة برضو قليلة ولكن أمنية وأمل مش عندهم خالص الحمد لله خادت أمنية مركز ثاني وأمل خادت مركز أول جمهورية ما شاء الله طيب حريك بتقول إن توجههم للرياضة ابتدى من سنة وهم ما شاء الله يعني أعمارهم تقريباً خمستاشر لا أمنية سبعتاشر وأمل أربعتاشر حالو يعني طيب التلاتاشر سنة اللي فاتوا حضرتك كنت بترائب هم موهوبين فيه هم كانوا بيحبوا إيه قبل ما يتوجهوا للرياضة والله غير الأهلي وغير فقرة الرياضة خامس أكيد طبعاً كانوا التلاتاشر سنة اللي فاتوا هوايتهم إيه دراستهم إيه أولاً هم كانوا بيحفظوا قرآن ما شاء الله منها يعتبر حفظة عشرين جزء الله أكبر وأمل طبعاً حفظة خمسة هوا قبل القراتي كنا بنمارس كرة الجرس في المدرسة هم فحاولنا نسأل عليها في كازا نادي وكده فما لقينا هاش إن هي يعني مشهورة قوي أو كده هم فيعني أنا حتى سألت فيها عليها في كازا نادي بس كان بقى في نادي السكة الحديد كنت لسه أروح أقدم فيه بس جالي بقى القراتي وكده هم فقلت القراتي مشهورة أكتر ومعروفة أكتر من كرة الجرس فقلت أجرب فجربت بقى في القراتي وحبيته جداً كرت الجرس الممتاع جداً بس بلعبها بقى في المدرسة